الثلاثة التي ذكرناها في جواب السؤال السابق فتصح توبتك وهي الندم على ما فات وهذا من سياق السؤال أنه قد تحقق والإقلاع عن الذنب والعزم على أن لا يعود إليه مرة أخرى إذا تحقت هذه الشرطة الثلاثة فقد صحت التوبة ونقول أخت الكريمة إذا توبتي الله عز وجل فأترك عنك هذا التحصر الذي تجدينه يعني التحصر على ما مضى بشكل مبالغ فيه هذا لا داعي له ولا مبرر له لأن هذا قد يؤدي إلى أمور غير محمودة قد يؤدي إلى القنود قد يؤدي إلى اليأس قد يؤدي أيضا إلى الإحباط قد يؤدي إلى الفتور في الطاعة هذا يريدها الشيطان الشيطان يريد دخال الحزن على المسلم كما قال الله عز وجل إنما نجوا من الشيطان ليحزن الذين آمنه فترك عنك هذا القلق وهذه المبالغات ومن تاب الله عليه الله تعالى ويحب التوابين ويحب المتطحرين ترجمة نانسي قنقر